أنا كل أذان صغية إذن قيل أكثر من قول في هذا الأمر أو لم يقال عندما يقال أكثر من قول فلم يقل شيء إيه فلم يقل شيء طالماً واحد قال كذا واحد قال كذا واحد قال كذا وذكر كلهم بيستندوا إلى مصادر مسؤولة داخل النادي طب إيه اللي بيحصل البلبلة إن فعلاً في ناس ممكن تبقى جوالنادي عايزة تدعي نفسها مطلعة مطلعة وصحبة قرار فبتروح تكلم صحبة تقوله إيه اللي حالة فيك هزا مش ضرورة صحبة يكون غلطان أوي يعني هو بيستقي معلومات أحياناً بيستنتج أحياناً بيستنتج لكن حنروح في حسن النية أنه بيستقي طيب الوضع إيه بقاه فيه تستشرف أو تستشف مجموعة من الحقائق أو المؤشرات اللي بتوصلنا الحقائق في هذه الأزمة إن فيه تردد وعدم موافقة من النجمين الكبار على التجديد خلاص؟ تمام إن فيه عروض مغرية مؤكدة ها؟ إن ما كانش لهم هما الاثنين على الأقل عبدالله الصعيد وإن كان فيه عرض الكابتن أحمد فتح أيضاً بتدل على إنه من المؤكد أن النادي الأهلي لن يستطيع الاستدراج فيه إنه يقال إنه حيدي أرقام تعوضية علشان الناس تقعد بما يخل بوحدة الفريق ونظام سواءً بقى ده عجب ناس وشفوه احترافية ها؟ إنه أكتر من عدل القاعي واجه مقبول إعلانياً إعلامياً بيجي له عروض يخد ما عندناش مشكلة ناس عين يجيب له أكتر ناس عين يجيب له أكتر لكن العقد بتاعك هيبقى زي العقد بتاعي والعكس لكن تاخدين تلميذات النسبية بتاعتك لكن لن يكون عقدك وإلما نقعد ما قدام بعضها هنفسن على بعض هنفسن عليها هنفسن عليك لا مش عايزين نفسن على بعض نحن عايزين نعتبر إن إحنا تيم هو ده تيم القادل الأهلي محادش بنفسن على التاني فمن فضلكم نبعد عن الأرقام اللي بتتقال خالص ما تصدقوش كل كلام مش لأن الكاتب ما بيقولش الحقيقة ولكن لأن ما يتواطر في الكواليس هو مش الحقيقة اللي بنخرج منه بالمواضيع دي كلها الأهلي مش هيدي شيء يخلي بنظامه طيب في الأخير خالص بقى هو اللعيبة غلطان ولا مش غلطان يعني إذا أصره إنه ما يمضيش والله إذا كانت الأرقام اللي بنقرأ إنها جت لهم بالمبالغ دي ها لا طبعا مش غلطانين بالمرة خليك معايا معاك ما قدرش ما باش معايا إذا الأرقام دي ما بنقرأ اللي معروضة على كابتن عبدالله السعيد لازم نفهم موقفه وإن الراجل هو كمان محتوظ تحت ضغط أسري وضغط شخصي وضغط يعني فإذا ما قرر أن يقبل هذا العرض الضخم جدا هو مش غلطان أوي أو مش غلطان إحنا كنا بس عواطفنا عايزين وإستنى لمصلحة الآله ومصلحته إنه يأجل الخطوة دي لبعد كاس العالم ربما كمان يجيلوا حاجة أهم لكن هو دلوقتي شايف ده قراره شايف إن لا دلوقتي ده أنا أقدره بالعرض ده أنا كويس كده طيب ده يزعل منه مين بقاه ما يزعلش منه حد خالص لا قدرت الأهلي لأنه ممشيش في نص موسم هو وحطك في الصورة ولا الجمهور ولا حتى عضاء الأهلي اللي بينهم وبينهم وعلاقات يعني مش مفروض إن أنا كل كلمة أقولها وإحنا كلنا قاعدين كده مرخرخين ومش متعرضين لنفس الضغوط دي نصر أحكام حب الأهلي إنت بتحب وإنت مش مضحي بحاجة حبه مجاني إنت بتحب لأن الأهلي يقدم لك الشيء بيسعدك وممكن تحب والضحي بس ده شأنك تقرارك أنت بتسعد أنت بتكسب قيم بتسعدك أكتر من الفلوس ربنا بتقول أنا كفاية اللي عندي كده غيرك مش شايفة كده بالضبط وظروف متعرفش هو مسؤول عن إيه ومش مسؤول عن إيه كل واحدة لم تسق إلى الأهلي هما ما أسقوش للأهلي هما بيقدموا في آخر لآخر دي أبنطال إخلاص مع النادي الأهلي هما يحدثون فارق مع النادي الأهلي حقيقي النادي الأهلي مش كمان مش هيقع من غيرهم لأ دينا هتمشي برضو وشوعة شوعة هتلاقي البديل الناس بقى إيه اللي مخوفة قوي أفريقي يقول لك لو كنا استنينا بالشكل الحلو دول معنا فرصنا في أفريقيا كبيرة وبإذن الله فرصنا في أفريقيا كبيرة لا بقي معنا هنبقى كواسين جدا لما بقيش معنا هنضطر نشتغل ونعوض الفجوة ربما هزهر لك نجب أو اتنين يسد الفرق بقوة يسد ويكون بقى حاجة للمستقبل أزعل منهم مش عايز أتجاوز في حقهم خالص حتى لو زعلان مش من حقنا أن أتجاوز في حقهم اللعبة دي قدتنا ولازم يخرجوا زي ما أنت بتقول يبقى يا بحب ويخرجها باحتراب ده حقهم علينا وحقنا عليهم من الآخر يوم في عقدهم يدوا النادي الآل حقهم علينا كمان زي ما قال الكابتن عبدالله السعيد أنا مش هحترف في مصر غير في الأهل خلاص دي كفاية تكفيني أنا شخصان أكتافي بهذا وشأن وشأن الكابتن أحمد فتح عايزين الأمور بقى عشان نركز مع الفرقة كفاية تشتيت وكفاية كلام مقصود به أكنه أخبار لكن حي حي حيشت الدماء للفرقة يعني اللي مضوا على بيات دول يقول لك كارتنا مستعجلة لا طيب خلصت هي بس الإشارة إنه صديقنا محمود صبري في الخمساشر مليون اللي كاتبها هو انفرنتها إن العرب قيمته عشرة مليون جنيه برضو ما فيش كده فيهم اتنين مليون أنا بقول لك بقى السادة بس فيهم اتنين مليون عشان اللي قال السادة محمود صبري هزا الكلام مش دقيق ما احنا كلمنا الكابتن سيد كلام مواضح محدد فيه تنصيق مفيش كده لأن وردو انت لما تثبت إنك عرضت عشرة هم رفضوا لا طب تعرض العشرة على الباق ما حصلش بالزابط ما حصلش ما حصلش وهنا زي المرة أنا أنا هنا مش بكذب أنا محمود صبري أسق فيه قوي بس اللي حدف له كلمتين دول هون لكن لا هي كمان فيها حتة مش منطقية إنه الخمساشر مليون فيهم عشرة قيمة العرض وفيهم اتنين مليون إعلانات وثلاثة مليون مقسمة على البطولات اللي الأهل بيفوز بيها طب دي كل الفرق بتاخد أولا كله بياخدها ثانيا ما تقدرش تقول فيه مكافأة للبطولة اللي الفرق ياخد طب ولو ما أخدهاش يبقى دي مش قيمة عقد قيمة العقد لا لا تبتخطوله حوافز بترفع الحوافز ترفع الحوافز ما تبتقوله أنت على فاكرة هو لعيب النادي الأهل دخلوا من العقد دخلوا من البطولات البطولات والمشاط طيب لأن الحوافز قويسة وده الصح آه آه